إلى العراق الآن فيوما بعد يوم تتابع القوات العراقية زحفها البطيء لكن الثابت في الشطر القديم من غربي الموصل ومعها تضيق الأرض بمن بقي من مسلحي داعش الذين باتوا يتكدسون في مساحة لا تزيد عن كيلو متر مربع واحد إنجازات جديدة حققتها القوات العراقية بتحريرها أحياء المشاهدة والبيض ورأس الجادة وهو يجعل ما أعلنه رئيس الوزراء حيدر لابادي عن أنها إلا أيام قلائل تفصل الإعلان عن تحرير الموصل أمرا قريب التحقيق الأراضي الخضعة لداعش غربي الموصل تنحسر على وقع ضربات القوات العراقية كيلو متر واحد فقط هو ما تبقى لداعش في المدينة القديمة وذلك بعد أن سيطرت القوات العراقية على المجمع التجاري في منطقة السرجخانة والمجمع الطبي في منطقة باب البيض داعش يعيش في الموصل أيامه الأخيرة حسب الحكومة العراقية فعشرات من مسلحيه في المدينة القديمة باتوا محاصرين من كل الجهات بينما تلاحقهم القوات العراقية من شارع إلى شارع كما تؤكد قوات الشرطة العراقية بأن داعش فقد روح القتال وأن الجيش العراقي وجه نداءات لمسلحي التنظيم يدعوهم للاستسلام التنظيم المتشدد فجر سابقا جامع النوري ومنارة الحدبة التي تحملان قيمة رمزية الأمر الذي اعتبرته الحكومة العراقية أيضا إعلان استسلام من قبل داعش هذه المعطيات دفعت قوات الشرطة الاتحادية لإعلان نهاية التنظيم عسكريا إلا أن المدنيين الذين لا يزلون يعيشون في مناطق سيطرة داعش يمثلون التحدي الأكبر فألاف المدنيين محاصرين في المدينة القديمة في مباني مفخخة من قبل داعش وهناك خشية من إقدام داعش على تفجير تلك المباني الجيش العراقي على وشك إطلاق رصاصة الرحمة على داعش ويعلن استعادة السيطرة على الموصلة بذلك يكون الجيش العراقي أنهى ثلاث سنوات من سيطرة داعش على المدينة لكن فتورة الحرب كانت كبيرة والمدنيون دفعوا أرواحهم ثمنا لها معنا الآن من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية هشام الهاشمي مساء الخير أستاذ هشام مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد واضح أن المساحة كما أشرنا باتت تضيق وتطيق جدا على مقاتلي داعش في المدينة القديمة في الموصل نتحدث عن تقريبا كيلومتر مربع واحد فقط يسيطرون عليه القوات العراقية على مسافة أمتار على ما يبدو من الكورنيش الغربي لنهر دجلة هل بالفعل نحن الآن أمام ساعات ربما أيام قليلة فقط قبل نهاية العمليات العسكرية الرئيسية يعني الصواب ربما نحن على أيام لأن المعارك لا تزال في أربعة مناطق تقاتل بها هذه الجماعة بشراسة في منطقة السرشغانة الميدان منطقة الكورنيش وأيضا بعض المناطق القريبة من محلة الشيخ فتحي غير هذه المناطق هناك مساحات واسعة هي لم تعلن أنها محررة لكن لا توجد فيها إلا بعض الفلول المختبئة لهذا التنظيم أو بعض المكائد تحتاج إلى عمليات تمشير وتطهير لذلك أتفق مع قاد الشرطة الاتحادية حينما قال هذه المناطق تعتبر ساقطة عسكرية لأنها تحت النيران المباشرة للقوات العراقية من جهة وأيضا هي تخلو ليس بشكل كامل لكن تخلو من قوات ممكن أن يسميها بالوحدات المعرقلة التي تمنع تقدم الوحدات العسكرية أو حتى تمنع نزوح العوائل والأهالي من تلك المنطقة ولو وفرت لهم ممرات آمنة لا أمكنت هذه العوائل وهي عشرات الآلاف ممكن يستطيع أن ينسحبوا وهذا ما تعمل عليه الشرطة الاتحادية في معارك الكورنيش تحاول أن تسيطر على الضفة الغربية لكامل نهر دجلة وصولا إلى الجسر القديم لكي تنقذ ما يمكن إنقاذه من العوائل أو من تبقى من العوائل هناك عندما تقول أستاذ هشام أن المناطق تحت نيران القوات العراقية نتحدث نحن الآن عن نيران خفيفة الآن المعارك هي معارك بالأسلحة الخفيفة كما فهمنا وبالقوات الراجلة لا يمكن أن تصل المركبات إلى هذه المنطقة ليس كذلك نعم بالتأكيد هذه العمليات تسمى بعمليات ملاحقة الفلول المختبئة وبالأسلحة المتوسطة والخفيفة والرمانات أو القنابل اليدوية هذا بحسب الفيديوات التي تنشر وبحسب الشهادات من في الداخل أجبرت السلاح الجو العراقي وسلاح الجو للتحالف الدولي وحتى المروحيات أن تشارك في مثل هذه المعركة كون أن قواعد الاشتباك تمنع استخدام هذا النوع من الأسلحة على اعتبار أن المسافة بين النارين متقاربة جدا نحن نتحدث عن حوالي 300 أو 350 مقاتل من داعش بحسب التقديرات على كل حال التي ترد على وسائل الإعلام إلى أي مدى هؤلاء بشكل صعوبة وخطورة وعائق دون وصول القوات العراقية إلى كل هذه المناطق والسيطرة عليها ما هي التكتيكات التي يمكن أن يستخدموها لإعاقة وصول القوات العراقية حقيقة هم الآن يستخدمون الأحزمة الناصفة القناصين وقادفات المختصة في التجيرات العنيفة غير ذلك هم لا يمتلكون السيارات المفخخة أيضا هم أجبروا على أن يقاتلوا بطريقة الخلايا والمفارز ليس بطريقة الوحدات المعرقلة كونهم فقدوا قيادة التحكم والتواصل فيما بينهم وهذا واضح حينما أصبحت لديهم أربعة جبهات كانوا يركزون على جبهة واحدة ويستطيعون العرقلة ويبعاد القوات من التقدم اليوم هم يقاتلون في أربعة جبهات وهم مفترقين بعضهم عن البعض واضح أن الكثير منهم الآن يعاني من حالة كيف يحافظ على حياته أكثر من كونه يريد أن يقاتل أو يستمر في القتال هؤلاء المقاتلين من داعش سيد الشام كيف يصلهم الذخائر والإمدادات الآن صار لهم فترة طويلة وهم محاصرون داخل هذه المنطقة الجغرافية الضيقة يعني يفترض المرء أنه في نهاية المطافسة تنتهي هذه الذخائر حقيقة نعم هي واضح أنه بدأ ينتهي الكثير من أسلحتهم النوعية ما بقي لديهم هو عبارة عن عتاد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أيضا مخازنهم كلها تم السيطرة عليها وأيضا استهدافها حينما كان سلاح الجو للتحالف الدولي ممكن أن يستهدفها في ذلك الوقت هم يقتصدون في الإطلاقات النارية أيضا مصادر النار التي يستعملونها ليست بالكثيفة دليل على أنهم فقدوا الكثير من الذخائر والأعتدة اللازمة لاستمرار الاشتباكات أو حتى للمباغتة يبقى طبعا هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمدنيين يعني بحسب التقديرات هناك حوالي 50 ألف شخص ما زالوا موجودين خلف خطوط تنظيم داعش أيضا لا شك أن هؤلاء يشكلون عائقا أمام سرعة تقدم القوات العراقية بالتأكيد هم العائق والتعقيد والصعوبة في المعركة غير ذلك هم تنظيم داعش مجرد فلول مطاردة هنا وهناك ولذلك ممكن أن نسمي العملية هي عملية إنقاذ الرهائن من يد المختطفين اللي هم تنظيم داعش طيب الآن أيضا الحديث دائما هو عن مرحلة ما بعد السيطرة على الموصل بشكل كامل هل نتوقع صعوبات في هذه المرحلة تتعدى العمليات العسكرية يعني البعض حذر من أن ربما مرحلة ما بعد داعش قد تكون الأصعب في التعامل معها مقارنة بالعمليات العسكرية حقيقة ليس في الموصل ربما في سهل دينوان مناطق المتنازع عليها المناطق الأقليات لكن الموصل بشقيها الأيسر والأيمن هي منطقة في الغالب عربية سنية وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك الصراع المنتصرين على جغرافية ما أو على اقتصاد ما هذه المنطقة هي ذات غالبية للعرب والسنة المشكلة تأتي في الإعمار والتدقيق الأمني وسلامة الموقف الأمني لبعض من يشتبه بهم أنهم في هذا التنظيم المتطرف وربما ترجع لدينا مشكلة ما يعرف بالمخبر السري الذي أساء كثيرا للموصليين في مرحلة ما قبل داعش أيضا مسألة إعادة السكان إعادة توطين السكان وإعادة اللاجئين الذين نزحوا عن هذه المناطق نحن نتحدث تقريبا عن 850 ألفا غادروا الموصل منذ بدء هذه العمليات أيضا هذه لا شك أنها أولوية بالنسبة لمسألة إعادة تسكينهم وتوطينهم نعم أستاذ مهند الساحل الأيسر نموذج مثالي بالنسبة للساحل الأيمن ما حدث فيه أن أكثر من 85% من نازحين الساحل الأيمن عادوا وبدأوا حياتهم الطبيعية بعد إنهاء ما يعرف بالتدقيق الأمني وسلامة الموقف نفس الإسلوب والنموذج سوف يرتب على الساحل الأيمن ذلك لسببين أن هذه المخيمات نحن بحاجة إليها لمعركة الحويجة وشرق الشرقات وتلعفر وربما يكون عدد النازحين بنفس هذا العدد وبالتالي لا تستطيع الحكومات المحلية وحتى المنظمات الدولية أن تستوعب هذا العدد الإضافي ما لم يفرغوا هذه المخيمات ويقومون بإعادة توطين أهالي الساحل الأيمن مرة أخرى ويقدم لهم ما يمكن تقديمهم للإغاثة الصحية وبعض المبالغ لإعادة تأهيل وإعمار ما يمكن تأهيله من بيوتاتهم أخيرا أستاذ الشام ربما من المبكر الحديث عن مسألة إعادة الإعمار ولكن لا شك بحسب الصور التي نراها والفيديوهات يعني دمار هائل حصل في الموصل وبالتالي عملية إعادة الإعمار ستكون عملية طويلة ومعقدة ومكلفة بالتأكيد بحسب المراصد الحضرية والهبتات التابعة للأمم المتحدة وأيضا بحسب تقرير مكتب رئيس الوزراء العراقي نحن بحاجة ليس أقل من 100 مليار دولار لإعادة تأهيل تلك المدن التي حررت من قبضة داعش شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام الهاشمي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كان معنا من بغداد